بسم الله الرحمن الرحيم سلسلة سلوالي سلس لحل تمرين كتاب المعاصر الماس للصف السادس البدائي قدر من الأول الدرس التاني ديسل نمبر تون الوحدة الأولى يونت وان بعنوان ريشو ودرسنا اليوم بروبارتز وفريشو خصائص النسبة بروبارتز وان خصة الأولى رح które الوحدة מהنمبر نسبة سنتيمتر أو سنتيمتر أو سنتيمتر أو سنتيمتر هي كتاب المكلور أن تكون غز الله لطبع الطريق تاني ١amos لغزيرة صغيرة ١ Research الآن اما فيديو ١٩⁰ нок٣ ليس نضiplice ً الآن 2 متر 2 متر الخاصية التأمي كما نرى 2 متر سنتيمتر 1 متر 1 متر لا يوجد يعني لا يوجد أي وحدات لنرى 2 متر قياس الوحدات وتحول أول حاجة سوف نرى 1 متر 1 متر 1 متر 1 متر 100 سنتيمتر 1 سنتيمتر 10 مليمتر على سبيل المثال تحويل 5 متر 2 متر هنا 5 متر 5 متر 5 متر 5 متر 5 متر 5 متر 1 متر 1 متر 1 متر 100 سنتيمتر 6 متر 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 equal 10,000 cm². 1 cm² equal 100 mm². يبعوزين نحول 3 km² ب 1 m². 1 km² equal 1 km² equal 1 million m². 6 km² equal 3 by 1 million. 1 divided by 1 equal 3 million m². يبعو عشان نحول من كمية قليلو صغير يبعو ملتبلاي. هم هستيبعو مثال ثاني 60,000 cm² 100 mm². سقوير واحد مuoدي سقوير واحد ميزية ميزية لذلك أن أحيث حفظ كبيرة نخفوها بنسبة عمله سيكون سكسي ساوزان ساوزان ميزية ميزية سقوير واحد ميزية ميزية السقوير واحد ميزية 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 كونت وحدات الوسط 1 كم equal 1000 جرام 1 كم equal 1000 جرام عارزين نحول 6 كلو برام لجرام 1 كيلو برام equal عندنا 1 كيلو برام equal 1000 جرام لكي نحول من كبيرة وصغيرة يبدل أعمالية الملتطلية وهناي كل كيلو 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 الكرام لنحول من صغير من كبير يجب أن نقوم بإمكانك بإمكانك 20 000 جيلو كرام 20 000 جيلو كرام 20 000 جيلو كرام 1 000 جيلو كرام ذاكي وست هي الساعة 1 لتر 1 000 سنتيمتر كرام 5 لتر equal كم سنتيمتر كرام عندها 1 لتر equal 1 000 كرام سنتيمتر كرام يبقى 5 لتر equal 5 by 1 000 equal 5 000 سنتيمتر كرام 1 000 يجب أن نحول من صغير الكبير يبقى 7000 سنتيمتر كيوب كم سنتيمتر كرام تساوي كم سنتيمتر كرام 1 لتر كم سنتيمتر كرام كم سنتيمتر كرام 1ة لتر مثال التحويض 5 حوار من منتر 1 حوار equal 60 منتر يبقى 5 مرة بالغاية 5 60 pair 300 مرت�로 لكي نحاول من الكبير لصغير و نضرة مرتب يبقى الآخر لكي نحاول 4 دي 5 أشهر 4 أشهر 49 أشهر 2 أشهر الوين يكون 7 دقائق الوين يكون 7 دقائق الوين يكون 49 دقائق بسيطة من 7 يكون 7 دقائق لذا نحول من الصغرية الكبير نكون معاملية الوين زماني يولد One Egyptian bound equal One thousand piastres إلاً أودين نحول الFifty Egyptian bound HAVE تخرج من إ motherfucker Hebat licht 50 Egyptian bound Mental 50 by 100 equal 5,000 بيأستر لذلك نحول من كبير مصغير بنعمل مختلف أيضا مثل الثاني 1,000 بيأستر لإجيبشان باود عرضي نحول لإجيبشان باود 1 إجيبشان باود equal 100 بيأستر إجيبشان باود 100 بيأستر equal 1,000 باود باود 100 equal 10 بزوكام باود عشان نحول لإجيبشان باود بمئسم أي باود باود وحدة الأرض 1 فتن equal 24 كرات 1 كرات equal 24 ساعة يبقى عوزي نحول 2 فتن باود 1 فتن equal 24 كرات يبقى 2 فتن equal 2 باود 24 equal 48 كرات يبقى عشان نحول من كبير وصغير كمترا نعمل ملتبلاي عوزي نحول 120 كرات إلى فتن يبقى 1 فتن equal 25 كرات يبقى 120 كرات equal 120 divided by 24 equal 5 فتن رماركس أعلى الطريقة equal 1 over 2 باود 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 H ملتبلاي ملتبلاي رأس النتيجةamyh equals the height. area of phroembus equals the side lens by the height. side lens equals S will height equal H. even area equal S by H. area of rhombus equal 1 over 2 the diagonal length by the diagonal length diagonal length D1 with D2 equal 1 over 2 D1 by D2 My dear students of Primary 6 Welcome to the second lesson of Unit 1 Lesson 2 Properties of the Ratio On the screen we see Omar who saved 150 piastres of the money he has and his sister who saved 3 pounds We want to know the difference of ratio between what Omar saved to what his sister saved I can hear a student who's saying that the units of the two amounts of money must be the same either pounds or piastres How many piastres are there in 1 pound? 1 pound equals 100 piastres This means that 3 pounds equals 3 by 100 equals 300 piastres This means that the ratio between what Omar saved to what his sister saved equals 150 over 300 Divided by 10 equals 15 over 30 Divided by 5 equals 3 over 6 Then divided by 3 equals 1 over 2 or 1 to 2 Property 1 To compare between two quantities they must have the same unit and the same type What is spared by Omar over what is spared by his sister equals 150 over 300 equals 15 over 30 equals 3 over 6 equals 1 over 2 Property 2 The ratio has the same fracture properties of the ordinary fraction in terms of the abbreviation and simplification and comparison What is spared by Omar over what is spared by his sister equals 150 over 300 equals 15 over 30 equals 3 over 6 equals 1 over 2 Property 3 The two terms of the ratio must be integers 150 over 300 150 over 300 150 over 300 equals 1 over 2 1 is an integer and 2 is an integer Remember that 1 meter equals 100 centimeters 1 centimeter equals 1 over 100 of a meter Example 1 We have a basketball player with height 2 meters and a small child with height 80 centimeters What is the ratio between the height of the basketball player and the height of the child? Solution 2 meters equals 2 by 100 equals 200 centimeters Height of basketball player over height of child equals 200 over 80 equals 20 over 8 equals 5 over 2 or 5 to 2 Height of child over height of basketball player equals 80 over 200 equals 8 over 20 equals 2 over 5 or 2 to 5 Remember that 1 kilogram equals 1,000 grams 5 kilograms equals 5 by 1,000 equals 5,000 grams Gram equals 1 over 1,000 kilogram 400 grams equals 400 over 1,000 equals 0.4 kilogram Example 2 Mariam went with her mother to the supermarket to buy some requirements Mother bought 3 kilograms of sugar Mariam bought a piece of chocolate with weight 10 grams Find the ratio between what mother bought and what Mariam bought Solution 3 kilograms equals 3 by 1,000 equals 3,000 grams What mother bought over what Mariam bought equals 3,000 over 100 equals 30 over 1 or 30 to 1 What Mariam bought over what mother bought equals 100 over 3,000 equals 1 over 30 or 1 to 30 1 year equals 12 months To change years into months we multiply by 12 so 4 years equals 4 by 12 equals 48 months Example 3 What is the ratio between 15 months and 3 years? Drag the correct answer We know that a Faden equals 24 Kirats To change from Faden to Kirats we multiply by 24 This means that 2 Faden equals 2 by 24 equals 48 Kirats Also a Kirat equals 24 sahmes This means that to change from Kirat to Sah we multiply by 24 5 Kirats equals 5 by 24 equals 120 sahmes To convert from Kirat to Faden we divide by 24 48 Kirats equals 48 over 24 equals 2 Faden Example 4 Find the ratio between 15 Kirats and 2 Faden Drag the correct answer 2 Faden equals 1 In East 2 2 2 3 2 2 3